مرحبا بك في نوات شكرا وإحنا فرحانين برشا بالحضور انتعك هنا خطرك من الأشخاص اللي عندها آراء وآراء مع انت باختناط في مساء العدالة في تونس كالسوال العدالة بسيف عامة ولا كذلك العدالة الانتقالية وسؤالي الأول شنو تقييمك اليوم لمساء العدالة الانتقالية في تونس مساء العدالة الانتقالية مش فهموه الناس فما حقيقة يجب أن نفهمها اللي هي الوصولي للحق مع كل قضاء وكل عدالة لكن بإجراءات قدرا ما مختصرة وبدون أطوار متعتقاضي استعناف وتعقيل وكذلك الجانب المضموني يتعلق بمحاسبة نظام سياسي معين إذن المحاسبة تكون أكثر من القانون أوسع بكثير وهي تمسل معناها حتى التهميش ومسائل السياسية والانتخابات هذه الوصص متع عدالة الانتقالية تونس عندها عن أشكال في الزمن العدالة الانتقالية ومن الحاجات القلال اللي شاطر فيها الرأي الرئيس السابق المنصف المرزوقي السيد المنصف المرزوقي لما قال تأثير العدالة الانتقالية على الانتقال الديموقراطي يلجموا سخون ما صارش في عام عام ونص تسعب هذا هي الأشكال الثاني الأشكال الثاني يتمثل في كون قانون العدالة الانتقالية بشي تولد خذها فترة أكثر من لازم ذهن اللي بدأ يتخدم وكانت ناجم يتخدم من وقت حكومة السيلباجي قايت السبسي الأولى لم يفعل في عهد ترويكا قد قربة عام ومخرج ذهن اللي كان في جنو في 2013 كان ذكرتي طيبة وتركيز اللجنة دينبرش تركيز الهيئة دام ذهن اللي ستة ولا سبعة شهر ومن هنا تلد في شيء أوريجينال الاثم الأصلي هي القيقة والكرامة كونها كانت نتيجة محاصصات سياسية وهي تعكس وقتها الجبهة الشعبية وحتى كان موجودة المكونات الأصلية كان عدد ضعيف ونيدى تونس ما كان شي موجود بعض استيقالات من حزاب أخرى كونوا عشرة يمكن تقريبا من التسعة والعشرة أعضاء إذن كان عدم توازن فاحش وعليه انعكس هذا التمثيل البرلماني في المسلوطاني التأسيسي كان معناها عدم توازن فاحش أدى إلى عدم توازن فاحش في الخلفيات الإديولوجية والسياسية متاع من ينتمو وصاروا أعضاء مش الكل بتباعة الحال صاروا أعضاء الهائية الحقيقة والكرامة إذن هذه زوج معطلات اللي قادة تتابع فيها تتابع فيها الحقيقة والكرامة وهذه تبرر الإشكاليات اللي تحت فيها خاطرين حتى على سبيل المثال بوراتر بيرتيناء كم تولا دي بستة رم بيرتيناء أنا قلت يا تخير والكرامة تبنت كيماتور دو بيس مشارولة حولة من أصلها جيدها إن فاي مرت ديفير الطيح وهذا ما حدث وتوقعته من أصله بدأت باستيقال تخميس الشامري ويقولوا أسباب صحيح جنون دوت با عندو شهرين قبل قدم روحو دانك جبانس كي تنكيسيون دي بريزيدانس وبعد داتة تواتر الاستقالات ونعرف على أقل زوزمونهم عن كثب نعرف زوز الشخصيات هذو السيدة نورة البورسال يوسي محمد العياد اللي كان يخذفها اللجنة شعب الفتاح المر اللي هي رحمه وقاضي إداري نعرفه بالقدار ونقابي معي في التحادة القضاة الإدارية وزيد نعرف الملف بالقدار زادة متاع الإقالة غير القانونية والهناء في اعتداء فحش القانون وبدأت نجعولها من بعد ولهناء الإشكاليات اللي كبرت المشاكل اللي تعيش فيها يا تخيخها والكرامة كايت زهير مخلوف زد على ذلك فما حدث جديد الحكم تاعة ثلاثة جمعة 2016 ضد يا تخيخها والكرامة وهذه المرة وهذه معناها بش مريك كيفاش المشاكل اللي تعيش فيها اللي بدأ من دخلها ما نشي نحنا نترزدولها ولا ناخد مواجندات اللي تتمثل في كونه زوز عضاء من غير المستقلين مزلوا عضاء تعنوا في قرار الهيئة بجود من أصلها ورفحوها القضية دونك بورفير عنجرو معناها فما معطلات سياسية معطلات تشريعية معطلات متع التركيبة كل هذا أدات إلى النيل من مصداقية الواحد وذلك عليش خلص لخص أنا سمحني نخص عليك اللي بور مش ننهي السؤال هذا كونه بالوقت معناها بدأت تنقص الشرعية متاحها لليجاليتي متاحها يتحقيقها والكرامة والآن أضحت معناها وهذا الأخطر اللي هنا على مستوى السوسولوجي السياسي كونه مشروعيتها أصبحت مفقودة وهذاك علاش جاءت المبادرة متاع رئيسة الجمهورية قلت اعتداء فيها حش على المقضاء وعلى معناتها لكن صدر في فلاية فيها فيها قضاات فيها قضي عدلي منعرفوش منعرف قضي داري استقال ولم يعوض هذا يش في بال ومش في القضاة كل قضاة أخي كل مدور كعكة حكمك اليوم على هيئة الحقيقة والكرامة معناتها تراكمات من البشي وريجينال اللي أنت سميت واعتداء فيها حش على معنا رفلكس هنا وكي عندها هنا وانبشي هنا وانبشي اكي دونك اليوم عند ترا اللي وجب الريفورم متاع هايك هاي تراه اليوم عند حاجة حاجة لازمة تراها أنا نعتبر حاجة غير كانت متوقعة قبل مثلا في عدد القضايا التي ستقد وانت بليس تران تران تسين كمين وانذكر حتى رئيس الهاية قال في نوص وثلاثين الف نذكر عند حكاية شهر ونص شهري تواصلنا خمسة وستين الف قالوا فما أمكاني يتربع في المية بشتيحه شكرا من عدم الاختصاص أنا نعطيهم عشرين في المية بشتيحه يوليهم من فعوذ خمسة وستين يوليهم ثلاثة خمسين الف ثلاثة خمسين الف وفهم ملفات ثقيلة الدولة والقضاء الناس كل عايزوا على حد لانه نوت مع حكاية الاختلال السياسية الشهيدين البراغمي وبالعيد ملفات تحاية 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 كعاز القضاة وهرزات القضاة كلها بعد جمعية القضاة جمعيتنا العصلية هذوما بشي ينجموا يحلوهم ومعاه يلزم إصلاحات الموسط ويلزم رابور فينار وحفظ الذاكرة هذوما الكل بشي قدوها سيقلي بركة لو فيك بركة لو فيك على الكلام اللي تقول فيه هذا كل ولكن النقاط اللي اذكرتهم هذو من الكل كقاضي ما أنت ما تحسش اللي فما مشكة ما قاعد تتكلم على حاجات اللي هي نورمال ما ترجع للقضاة والفشل اليوم متاع الهيئة هذي زعم ما موش ممني على الفشل الذريع للعدالة التونسية والمعانت الورغانيزاشن متاع للقضاة بصفة عامة ما أنت توقعت ما أنت كي واحد يسمك قاعد تتكلم على قلب الكور دو ماتي متاع الماجستراتور التونيزيان ما أنت عشرة من ناس ولا أثمانش من نواة أثمانش من نواة تحلوا مشاكل أربعين سنائة متاع القضاة التونسية أين أنتم أين أنتم القضاة هذه فكرتني في إتاء إتولاء هذه إراغية الدولة التونسية بجميع فروحة بالقضاة بالبرلمان بهيئاتها المستقلة عادها استثناء ولا اثنين يكون الانتخابات هاي الانتخابات يكون استثناء نوعا ما أما بكل هالسلسلة من الفشل تقريبا كل هيئات والمؤسسات فاشلة خصوة التنفيذية ناشحة طوام نعمل فيه الوحداش طوام أنا أحافظهم الكل الأمن والانحرافات اللي صايرة به ولولا وقفات النقابات على أمن الموازي على التهريب فاشل شوية الارهاب ناجح بلزموعة ستوب معظمة المؤسسة العسكرية أعطيني مؤسسة والبرلمان البرلمان شنو القوانين الهام اللي يقدم ولا نجح فيهم شنو اللي يقدم على الأقل فيما هوم القضاء أنا المجلس الأعلى شفتوا قداش قعدنا فيه ثلاثة مرة تمشيوا المحكمة الدستورية الوقتية التنزيل القضاء الدستوري كيري هو اختصاصي اللي من الدستور بشي هبتو بشي نزلوه في القوانين اللي طرح ما هبطش المجلس الوطني التأسيسي تعهد في الفصل 18 من الدستور الصغير كونه بشي عمل إصلاحات الخضاء الداري لم يفعل شيئا إذن سيه معناها كل مكون من الدولة نوعا ما نسبيا على الأقل بشي نكون متربي ونكون عقلاني ونسباوي شهدوا عاشوا نوع من الفشل وهذا كي جهاز راه يفشل في مهمته بالضرورة فما ترابط ترابط على السيستيميك مسألة منظومة يمس بعضه كيلاربيتراش في كرة القدم ونشبه برشة الكرة بالسياسة وشأن العام كيلاربيتر يبدأ تاعب الماتش لك مكونات الاخرى الكل تتعب الببليك وكل شيء وعليه طالما عنه القضاء بالضرورة يبدأ تاعب يتعب لها العدلة الانتقالية علش هبش نعطي ملف على الأقل لإثبات ذلك هبش نرجع هبش نرجع لهذا وجوش تمان تعب اللي خلنا معنا مشاكل العدلة مربوط باش نحب نوريك زوز فيتير توا جوش تمان في المشاكل هدوما ماذا بيبش تعالق عليهم وبعد هتو نرجع بالرابط هذا اللي موجود بين مشاكل العدلة الانتقالية ومشاكل القضاء قانون المجلس أعلى القضاء لم يحدث في أي مشروع سابق لجنة تشري العام رفضت هذا القانون وأوسط لجنة الجلسة العام برفضه تفعيلا منها لأحكام الفصل 124 من الظمة الداخل لمجلس نواب الشعب الفصل الأول اللي كان من القانون ذي اللي أعددت بمشروع الحكومة كان يقول أنه المجلس يسر على حسن سير القضاء وضمان استقلال الصوت القضائية تبقى المعايير الدولية تم استبدال كلمة المعايير الدولية بالمعاهدات الدولية المصادقة عليها مفهمناش شنو المجلس الأعلى للقضاء هو ليس بالقضاء العدلي وليس بالقضاء الإداري وليس بالقضاء المالي وليس كذلك بالجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة شنو هو كونه المجلس الأعلى للقضاء هذية القضاء تفاقد القضاء قد كل عند وزارة العدل اي سلطة تنفيذية شبقه المجلس اعلى القضاء لماذا تم اقصاء كل هذا الحج من الفصول وتعويذها بفصول اخرى لماذا قالت النهاية في النهاية المصادقة على مشروع لا يتضمن اي ارساء لمجلس اعلى القضاء وهو مجرد اعادة سياغة منوال القضاء الموروث على النظام الاستبدادي الخوف كل خوف انو القانون يفرغ مبدأ استقلال القضاء من محتواه وهذا التخوف مشروع وهذا هو اللي نعيش فيه تضمن بين حريات انو حرية الفكر ما تعني حدسي من غير حرية التعبير صحيح وحرية التعبير ما تعني حدسي من غير حرية الاجتماع تضمن بين حرية تربطها والحريات الكل تروا فيهم اجتماعنا حرية تعبيرنا وفكرنا معتقدة صدقوني ومش مجاملة لا تساوي شي بدون حرية الصحافة والاعلام خطر لو كان مش العبادة اللي يماتر بالحق رانو ما نسمعوش في المكان هذي راو انا ما نحكيش بالحرية هذي راو انتما ما تخدموش بالحرية اللي تحكموا بيها دونك حافظوا لحريتكم وفي نية الامر قاضي هو اول واحد يحمي حرية الاعلام موسيقى موسيقى التوجهة بالحرية اللي حتى الخبراء عالميين في Dallas اللي صادقوا بيهم وحوانا هذاازatar آية الي te أ רוצني تريد أن أت مننيفون موسيقى المساولات التونسية موسيقى نикиفتين موسيقى من جلاً متف Isnin من رجع كنت الهان أسأ 뭘 السويهاد 본يما تحكم الله سوا المساولات دونك اتابي الوقت تطير يسموا منكم دونك les magistrats, et ça tous les magistrats le disent dans le monde entier, chúng disaient qu'ils ne sont pas nombreux, nous n'avons pas assez de moyens humains j'ai une vision un peu différente. il y a 2200 magistrats en tunisie pour 11 millions d'habitants. si on fait des comparaisons internationales, la tunisie est largement pourvue en effectifs de magistrats. là où il y a un évident problème en tunisie, ce sont les greffiers..." بل يشارك سيسته لم يجرحيه في نمت وليس مقالية سيارة من السيارات المغادرة يوجد من قد ايشارات المغادرة لكن لا يوجد مقاطعة المغادرة لا يوجد ايشارات المغادرة مغادرة تقرأ في العلقائة ترانيك 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 لا يمكنك ان تعريب أن أرباطها 300 مرة المجاوعة فهل لا يمكن أن يكون هناك ترجمة كيستن لكن أولئك ان ترجمة أن ترجمة 50 وأن ترجمة empreتك إذاً الولاد ممكن إلى مرة لم تستخدمه فقال هذا يعني أنت أنت أحد بحقًا فسوه ، ليس في نحو أجد أن يدفعنا en بعض الناس الوحيد بحقًا أخبرنا مرة نحو أسمون lingتاد نسيقًا إذاً으� Però لم تستخدم البحقًا إذا كونني أجدت أنتم 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 بحقًا السؤال السادسات تجارة هذه الحمضة يكون المنزل مقياً أو en matière générale d'ailleurs ça commence par ce qu'on appelle le résumé en fait le résumé c'est l'exposé intégral des faits et l'exposé intégral de toutes les argumentations des parties et de toutes leurs demandes ce qui de mon point de vue ne sert à rien les parties n'ont pas besoin que le juge leur écrive ce qu'ils ont demandé ce qui intéresse les parties c'est la motivation du juge et pourquoi il a décidé comme ça et ensuite la décision et les juges tunisiens perdent des centaines et des milliers d'heures chaque mois et chaque année simplement à écrire ce travail fastidieux qui n'est pas utile c'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres parce que ça c'est un gros gros problème du ministère de la justice on n'a pas de statistiques fiables tous les mois les pauvres greffiers passent des jours et des jours à remplir d'énormes documents statistiques qui arrivent au ministère de la justice où il n'y a que deux personnes et une stagiaire pour les traiter c'est à dire c'est impossible il y en a plus de 140 qui arrivent chaque mois nous avons vu dans une prison Borgel Romy pour ne pas la nommer quelqu'un qui est incarcéré après avoir été condamné à 113 peines fermes et qui est libérable en 2174 parce que le code pénal pose comme règle de principe que les peines se cumulent sauf décision du juge qui ordonne la confusion et la confusion des peines et le juge ne l'ordonne pas moi je suis optimiste sur le résultat il faudra du temps il faut pas être trop pressé mais petit à petit je suis persuadé qu'avec l'accord de toutes les parties prenantes on arrivera à changer les choses Je vous remercie d'Ahmad Sweb 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 notre prochain invité sera Ahmed Sweb qui est un magistrat tunisien d'ailleurs il y a pas mal de similitudes entre vous deux est ce que vous le connaissez ? je l'ai rencontré lors d'une réunion est-ce que quand il sera là est-ce que vous aurez quelque chose un message à lui transmettre ou quelque chose à lui dire ? il connaît la justice tunisienne infiniment mieux que moi parce qu'il la connaît de l'intérieur j'aurais tendance à lui dire continuez ! je suis bien sûr que vous voulez vous dire ensuite il y a un via la stagnation qui t'ajoute la qualité qui t'a l'personnel judiciaire je les ai qui ont dit qu'il est qu'il est qu'il était quel est qu'il est qu'il t'a un qu'il est qu'il soit يكلمتين قبل الساعة نعلق قبل ما ندخل نبدأ من الأخر من اللي قاله السيد الضيفس إلى شهرات الجو ديري اللي هو قال السيد 220 قاضي عنا في تونس لدد مصحيح هذا كمتال قضاء العدلي أما بتزيده من القضاء الماليين والإداريين تلقى 2600 أما في بريم 150 يكون 200 في وضعية الحق أما اللي يخدمه ما يقلش على 2400 المسألة الثانية أنا لتوه المسألة جدية لا لعلقودات 2200 جوش ومبعد حكا لشكلتنا على الغرف أو المواني تكنيك جو ديري اللي أنا عندي احتيات وحذر من حكاية المعايير دولي المعايير دولي وانتي سيد العرفين كرسول القانون المعايير دولي والقوانين دولي اللي قريبته أنا وقتها عندي مقاربة شوي في النصوص القانونية جنرالما سينبو اللي بارامتر انتناسيونيون متاع اللي يتحكموا في العالم هذي عندي دنوع من التحقق الثنين الرابط ما بين كنت عديت لي بعض عظام مكتب تفادي من جماعية القوضات ويحكيوا ويدافعوا بكل شراشة وعلى العلام وحرية العلام أنا نقول المعارك الكبرى اللي يخذوها العالميين في معركتين وقت اللي كانت تونس مهد عام 2012 هناك معركة تانية ولي تبعتوا عن كثب تبعتهم عن كثب واي الاعتصامة مام التلبزة ومعركة الصباح وليتون دوز معارك ووقتها اللي يتكلموا توا ويتبجحوا بضرورة والنقاوة والنظالية حتى حد من هم مشاء الواحدين اللي مشاءت لهيك الوحيدة يتحاد القوضات اللي دارين مشينا وبالخط وموثق عند النقابة الصباح وليتون وانا الحاجة اللي تنرفزني اللي عابدو يقول الكلام وفعل مش موجود وهذي كان نقص من الصداقية الثنين ثالث باب على حكاية المسل على القضاء المسل على القضاء أخذبنا فيه تحاد القضاء الدين وعمنا وتمنى مشروع وحافظوا واشكالية الكل أنا القانون المقاربة التقنية وقعد تبعة جزئية هذي فلسناق هذي صبات هذي مش مصيرش إجمال لان فهم التوازنات كبرى وفهم مبادئ كبرى أنا الحقيق اللي في تونس عنا قانون فيه أهم المبادئ وأهم الضمانات وهم التوازنات باش نسهل للمواطن كيفاش كان المنظومة السابقة ومنظومة الاستبداد ومنظومة الفساد بورجيبا وبن علي كان يوظفه في القضاء ساكل باللاجسيون ذو تكاريال وتأديبك سيتدير من اللي تدخل وترقياتك في الجراد وبعد ترقياتك رفضت الوظيفية ونقلاتك من مكان إلى آخر ونقل ملف منك انت كميتعجبنيش نحنط الواحد آخر والتعليمات هذيك الكل ولا عند ما يسل على القضاء ما يدخلش فيه سلطة انفيذية بالكل من اللي تدخل تخرج الانتريت هذي ما يطلبه في فرنسا ما عندهاش مشي بالفرنسا أنا حبيت نقارب الزمانات اللي في المنسل على القضاء المنسل على القضاء عند الزمانين أكثر من القضاء الفرنسي لابراب مثلا القضاء الإداري مش مدستر في فرنسا احنا مدستر اثنين المنسل على القضاء تقريبا وع 50-50% من بين اللي هيك اللي يسميوهم ولمجستراء قد القضاء قد لنو مجستراء زيدة واحد وهم 15 يظهر لي وثمانية قضاء وسبعة غير قضاء نحنا الثلثين عند نحنا الترتيب ثلثين قضاء المسألة الأخرى اللي رئيس المكتب القرارات يقتريحوها المسل على القضاء في فرنسا نحنا نقررها مسألة أخرى الخاصية وزيد العادل اللي ينجم يجلس إلا في التأديب يجلس المسل على القضاء نحنا لا إذن كانت تقول لي هذائل كل ويعمل مزايدات سيبا فري في بخص تفقوا ديور مسل على القضاء ديور من نقص يخموا كان على القضاء العدلي يخموا على مهد على القضاء ما خموش يعلنها هي اللي تنتج القضاء اللي دارين المالية ما خموش فيها آخر نقطة نحب نقولها أنا اللي القانون المسل على القضاء يرنوى فيما خص تفقوا ديور مسل على القضاء إلى قوانين أخرى هذي الكل هنراها بالنسبة لي مزايدات وتمقعات لا براف نحن نعطيك دليل آخر أحنا كانت قبل في أجال البط وكل شيء كانت أمور بلوز وموى عادة الملفات سياسية متاع الفساد أمور عادية كانت سامار شيء بلوز وموى خاطر زياد يجب الناس تفهم اللي القضاء اقبل كما البيراميد هو هك فما أنسيركوين متاع المنظومة الفساد وبيخ الكل يخدم نور مرة دونك هذيك علش نقول ديما الفساد في القضاء يخص قلة من القضاء التواسي من عام 11 واللي ناشي حرار يكونوا يحكم فينا اللي كلمنا ناشي بدوله عيني تحسنشي القضاء في كارثة كارثة دخلنا كمالك الكارثة الأخرى خلي المواطنين العباد اللي في السجون اللي مش محاكمين اكتبوا بنحكم عليهم كسكو سابد يحتو سابد ومبعد هذا يقبليك عشرنا له في الأوف أنا وسيادتك اللي اللي هنا عنا قضاء بسرعتين يجيس دو فيتس اللي اللي من العيان دون فرصان دون نوتر عنده النفوذ المالي والسياسي دبار العقابة ما يكونش كبير برشا وخاصة أنه هذي الأهم خاطر معايير القضاء هو برشا نتما لكاليته خاطرون نش بدلوا حتى في الحيثيات وتحرير الحكام مش موافقوا سيد الأشارات لكن في الآجال في البت طوى عنا معظ لموضوعي اللي تقريبا النقوذات زادوا بنسبة 30% بعد الثورة العدد بينما النزاعات العدد الملفات زادت 300% عندنا مشكلة لكن نقول هذه بقي مربوطة بسحاجة كيف تدار القضاء كيف تدار الوظيفة القضائية الادميشراسون دلاجوستيس ناقسين ناقسين الادميشراسون دلاجوستيس ونحن نقول وزير طوف العدد ينجم يدخل في الملف يموت مسكين انتحار له هانا وحدنا وهانا حرار شعملنا بها الحرية الهنة نصل وذلك تعلمت من مدرسة قضايا اعتزوا بها المحكمة الادارية وبرشا الناس قالوها كيف هم مؤسسة قابلة للنقل من الجمهورية الأول الجمهورية الثانية المحكمة الادارية ورغم المشاكلنا وتعاركنا في بعضنا وذدنا الرئيس لولو قبل واتحاد القضاء الادارية لكن فما حد أدنى أخلاقي ما تعدناشي فما حد أدنى من المصدقية ومن الاستقلالية وحافظنا على هذا الكشي المحكمة الادارية اخي في الجمهورية الثانية حدنا قوانين متاع فرنس اعتزوا في مقاوزية التونس وقوانين الفساد وفتان خرجنا قضاء مستقل قضاء مستقل حتى انترى بقاليتي مش دو برنسيب ومواقع لهنا هذك نحن نخلق في دولة القانون عبر بلندر جبال وعننا اتصال كبير مع الجماعيين كونو انكستروي الناس عندهم ثقاف دولة القانون هذك عليك نحيثوا بالزايد ولوخصوا أخوان الأطراف نجموا الباحثين يتبقوا لهنا نوص اللي نحن خدمنا في منظومة الفساد بقوانين فاسدة وخلقنا فقه قضاء جري ومستقل ويحمي يحمي المعارضين السياسي لقالية الاجتماعية والضعفاء ما معناها لهنا بلندر عننا بربط كما تحب وعننا قضاء تعيس ما معناها هذاك عليش مع مراعاة للتفكير الغربي تيسون كارتزان ويأمن بن مؤسسات أنا نمن حال الأقل كون العبد مرأة ولا راشد قد المؤسسات شنون يفوتوا وهذا حديث حديث على حكاية حكومة الوطنية كما الكورة عامل التكتيك اللي تحبك أنا ما عندك جيدة بانجور زيد التكتيك مربوطة باللعبات على قدر أهمية المؤسسات على قدر أهمية العبات وباقي الكل مزايدة مرأة مش ناس لك وخاصة كقاضي إدارية وكذلك خاصة قاضي حريات سويل قبل سمعنا الجملاء تكلم على معناتها كذلك حماية الحريات متراش في تونس اللي يفهم برشة إيقافات تحفظية أكثر من لازمة وفكين باسبورات دورين تاحة أكثر من لازمة أنا جدي القاضي بالقانون بالدستور يحمي الحريات ماذا فعلت الهيكل ممثلة للخوضات وخاصة أم الهيكل هي جماعة القوضات للدفاع للحريات وعندما حاجة اللي إن شاء الله نوصلوا لها ماذا فعلوا بش الملفات الراقضة نقطة ممتع الفاساد بش يضغطوا بش تتعدى ملفات رقدت ورغم اللي كانت بري أنسترويت الدوسيات فتحها مر ونعودها ونقولها اللي فيها 14 نعضوا منهم 6 قوضات زوزي دارين زوزي مليون زوزي مليون تقريبا ملفات حاضرة وأكثر من 300 ملف وتحالوا نطمون متاع الفاساد السياسي والمالي خاصة تلاتي سيو متاع العلامة اللي فزت العلامة اللي دفوا عليه طو أكثر من 300 ملف موثقة ونعرف لشناعة فتحها مر الله يرحمه موثقة صورة صوتا وكتابة فين هم الملفات خمسة سنين هم رقبين الفشل متاع القضاء العدلي للبت في الملفات هذية نقلت بالضرورة إلى هيتحقها بالكرامة اخي عدا حكيت للتحكيم والاربيتراج متاع الدولة التونسية اللي مشاوا هيتحقها والكرامة لي فشل خطر يشاول كل ما رقبهم بالبرفيلانسيير رفت سعملت هيك ممثلة القضاء في خصوص هذية القضاء متاع الزوال قوضاء الغنية كيما فهم ما دارس متاع الغنية وما دارس متاع الفقارات كيما يخلين هيكو سبيطار الأمومي شعاملو هذي قوة الضغط هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنا جيت جوردي وهي نكران الذات وحسب روحك أنت بش تخسرها أنا خسرت مثلا وظيفة رئيسة المحكمة الإدارية ومنصبه جيشون أنا فوت رمارسة قناعاتي وهذه هي النقابة الأصلية لسنديكاليزم معناها كوربوراتيست بداية بشتوالي لأمور ولا مش ولا بد أما الكوربوراتيزم السكتير سدفين نوزيابان أليش كي تبدأ ملفات خاتفا ما يقولوا ديما القاضي عنده ضمير كما السلطان علي كان ضمير والقانون لكن كي تجي كيما في الكورة قد كلي لرجو بلزو مو سهل أما كي يبدأ الراجل بكورة شدها كبيدي ودخل بونتو ولا ميتين مترو على الرجو وتسكت سيبا نورمال أنا زوز ملفات اللي يثوروني اللي معنا عبد يا عمر يحف شوية قانون بنعطيك زوز مصول تلقى الخور وما تكلموش ويخرجوا ويدافوا عليه ملف القروان متع المثليين الناس زدوا لبزولهم وقوبة تكملية متع الفصل الخمس المجالة الجزائية ألور كي القانون يمنع القانون كي يقول لك تعمل جناية ولا جنحة ما تنجب تعمل عقوبة تكملية إلا إذا الجنحة ذيكا خولت لك ذلك وسيكتية وحتى عد ما شبدا عليها وحكاية توزر إيشن هو تنبزوا في الشاب دي بوستي يوقفوا والحال وكله خوار للملف نعطيك حاجة أخرى هي تتبعوها لخطر مخالفة 315 جزائية مخالفة 512 محابس 85 المجالة الجزائية يقول لك لا يمكنه لقاف وقتيا ولا تحفظيا عبد قام مخالفة إذا كان قدام هدايا وتخرج وتبرر سمحني أنا قاضي كي يجتهد وقابل للنقاش ألا لم يتنقل اجتهدو أما كي بونت ورجوه شدد أبيدو كي متاع التيريوري كونتر إيرلندا وتقول لي بونت ونقول لك سمحني أنا في الفيفا نخرجك ولو رئيس الفيفا فاسد هو كي ما جمعت ترسيكوه كل قدف تفضل الفليشيكوه متاع هيئة حقيقة الحقيقة والكرامة صحيح فما كذلك جزء منه متأتي من فشل القضاء الفشل الذريع الفشل الذريع سامحني إذا كان انت راجل بذريع قول ذريع ما يقلقني الشيء ويكون بريس هذا الإداري والمالي بش ما نحطوش كل شيء على زبنانا في القضاء العدل لاي الكل الكل شكرا